توعد زعيم حركة بوكو حرام الإسلامية أبو بكر شيكاو بمنع إجراء الانتخابات الرئاسية في نيجيريا وذلك في شريط فيديو جديد بث الثلاثاء بعيد هجومين انتحاريين في شمال شرق البلاد أسفراء ثمانية وثلاثين قتيلاً ونسباء إلى الإسلاميين هذه الانتخابات لن تحصل حتى لو كنا أمواتاً حتى لو لم نكن على قيد الحياة فإن الله لن يسمح لكم أبداً بالقيام بذلك وأرجئت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا لستة أسابيع حتى الثامن والعشرين من آذار مارس وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية في الثامن من شباط فبراير بسبب هجمات بوكو حرام في شمال شرق البلاد وصعوبات لوجستية وتبنى شيكاو أيضاً الهجوم الذي استهدف في نهاية الأسبوع مدينة جومبي العاصمة الإقليمية في الشمال الشرقي والذي أكد الجيش النيجيري أنه صده في المقابل أعلن شيكاو الانتصار مؤكداً أن مقاتليه تغلبوا على الجيش النظامي وحرروا متمردين سجناء ترجمة نانسي قنقر